موسيقى 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 ورجعنا لكم بعد اظن ان هو اكتر من الدقتين بعد اكتر من الدقتين ومعانا خلصت بقى ارحب بالدكتورة انا اللي عايز ارحب استنى يا دكتورة انا اللي عايز ارحب اديها احببت يا رسي انت جميلة ارتحت يا اختي اه يا اخوي ماشا عيسر رحي عشان طبعا مش هنديك فرصة تتكلمي وطبعا انت جاية عارفة الكلام ده على قلب يعني انت عارفة اللي احنا مش هنديك فرصة تتكلمي خدي ديها بس عرفي نفسك للجمهور عشان نخش بقى في الدوشة بتاعك انا طبعا مبسوطة كمرتك يا دكتور مع رحيق وستاذ بركات والسادة المشاهدين انا الدكتورة فاطمة عبد الرسول دكتورة في القرشاد السياحي تخصص اصال مصرية محاضر بمركز الدكتور زي حواس ومحاضر بمعهد الدرسات النوعية بالهرب ونائب مدير تحرير نبض العرب السعودي اهلا بكم اولا احنا طبعا هنتكلم الهاردة على موضوع الوحاة صح اولا سيوة اولا ايه تمانين في المائة تمانين في المائة من اصار العالم هو في مصر اه مصر عندنا سروة قومية وغنية جدا بأصار يعني حضارة عظيمة زي الحضارة المصرية بقالها اكتر من عشر تلاف سنة اه فأصارها في كل احنا زدنا تلات تلاف سنة في السنة اه طبعا مش سابق تلاف سنة لا لا في زيادة طبعا العالماء اه يعني نظريات كتير بس يا الحضارة المصرية اكتر من عشر تلاف سنة عشر تلاف سنة اه فيعني كان فيه مقولة جميلة اه اللي علمنا ودكتور زاهي حواسي يقولك مصر الاديه الحديثة مبنية على مصر الاديه صح يعني اذن اه ما شاء الله وكمان الافتتاحات المتاحف الجديدة اه في وزارة الاثارة يعني في خلال اه من اسبوع بس او عشر تيام فتح تلات متاحف في يوم ان شاء الله اه فعندنا قريف متحف الحضارة ونقل المميات الملكية من متحف التحرير ده هيكون موكب اه عالمي يعني يا رب هيكون حاجة جميلة عندنا متحف كبير ان شاء الله هيبقى في تاكين واحد وعشرين فلا المصر غنية بأصارها مشاء الله يا رب يا رب يا رب احنا نتمنى يبقى احنا دايما في خير كده وابقى الاثار بتاعتنا ظهر للعالم كله والناس كلها تيجي تتفرج على الاثار بلدنا اللقصر ماتحف مفتوق مصر اصار للعالم في اللقصر بس عندك سقارة بتضم عصار من ما قبل عصور ما قبل عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر القبطي يعني لا طيب احنا ممكن نطلع فاصل سريع ونرجع اتفضل نطلع فاصل قد كده هو ونرجع لكم تاني ونرجع لكم بعد بطان ونرجع لكم بعد دقيق او جزء من الثانية انا بعد الوقت بعد السفر طيب انت بتقول الروحيق احرجي بركات على الهوى وقولي له اللي احنا نروح الروحات ليه؟ الروحات مدينة جميلة طب قبل ما تقول مدينة جميلة استاذة سارة ازاك يا رحيق انا اللي بتكلم تقولي ازاك يا رحيق يعني على الزمن اعاوذك يا رحيق مع لشي الفضالي ازاك يا رحيق الحمد الله اخبار الحمد الله اختي بتحبك الصغيرة خالص شك حضرتك منين؟ حضرتك منين؟ من الشرقية احسن ناس بتوع الشرقية ناس كده مامي يا حد من الشرق في حاجة تانية عايزة تقوليها ولا خلاص؟ نا خلاص ها؟ خلاص خلاصتي ماشي يعني انت عايزة رحيق كده مستهدفة المكالمة الرحيق صح؟ شكرا شكرا لحضرتك هيا دخلة ازاك يا رحيق؟ الف شكرا اللي انت مشايفة حد شفتي يا دكتورة تحرك ازاي لوحده؟ انت جميلة يا رحيق نيفر عيدونت ماكس ميش طيب قولي يا دكتورو انت لي كنت عايزة رحيك تحرجني ونروح الوحات الوحات في البداية عشان ما سألت حاجة قلت لك رح تأي وحات قلت لي بشعار احنا عندنا خمس وحات في الصحراء الغربية عندنا وحات سيوة ودي بتتبع محافظة مطروح وعندنا وحات الواد الجديد والخارجة والدخلة والفرفرة دول تبع محافظة الواد الجديد ده كم وحة كده احنا خمسة خمس وحات اه الواحات خمس وحات سيوة تتبع محافظة مطروح فيه تلات وحات اللي هي الدخلة ها الواحات دخلتك والفرفرة فيه استنى يا دكتورو اللي بيتي دي عليها هفريك ولا ايه فيه يلا يا رحيك يا ساتر يا رب بصر حبيبة قلبي يا لا إله إلا الله هي عملت كده معظيفة قبل كده لا ده ده فيه فيه امتمالك حبيبتي رحيك دي هتبع حاجة غالية عندي قوي بجد مبسوطة مبسوطة لا يا الزارة عايزة تدلعك قوي 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 هي جميلة ولذيذة وان شاء الله يبقى لها مستقبل جميلة زيها بعد اذنك يا دكتورو افضل يقولي اتفضل ماشي يا رحي اجيب لك حاجة تاني وجاي كمان انت مش يعني عناس هتجيب ايه تاني ده حب بقى بني خلي الحب ده في اخر الحلقة حاجة بتاعت ربنا بقى يا بتدور لك على اي حاجة تدالي حبيبتي رحيك حبيبتي انا خمس وحات بالزبط ما يمشوش ستة لا فيه طبعا هما تمن وحات قولي السامني يا دكتورو هيا انت جاي او عارف اه طبعا اخسي رؤية بحبك يا رؤية شكرا بنحبك يا رؤية نتكمل نتكمل اه هي رحيك عايزة تسمع الوحات عشان زي ما انا قلت لها احنا هناخد عم وبركات ونروح فين لا ونروح الوحات هتروحي هتشوفي مناظر جميلة وتطلعي بار انا وانتي بس يعني انا خلاص اروح انا وانتي وهي طب قولي الو الو زيك رحيك انكل علي يا يا انكل علي اتصل بقى طب انكل علي مش انكل علي مش انكل علي مش انكل علي صح ازيك يا بركاته اردي لك طبعا من الماتشين اللي فياتوا ان شاء الله اللي جايح الله 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 يا بقى عم محمد صح لا ده عم طارق صح انظرك يا راب ازاي حضرتك ازيك ازيك ما تفكرناش والنبي بالقصص دي الله يا كرمك او استاذ لا لا ان شاء الله جايح فكرنا عم طارق بقى تلعينا يا رب اتروح تجيبلك ترفون كمان عشان مش لهاي ترفونك تاني انا يا رحيك حبيبتي تلميلي عالدكتورة احنا انا لسه كنت اسألك هتجي معانا الوحات ولا ايه اكيد ان شاء الله معاك وانا اقدر اتيبها احنا هو بنتكلم في عرض كده جايلنا ان احنا نروح الوحات وبتاع فايه انا اعمل حسابك ايوة طبعا اكيد شد حيلة كمتة بس انا شادي طب احنا 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 اخد معانا وبركات وحبيبتي دايما انا شوفك من ده احسن لا احسن ان شاء الله يا رب يا رب شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك جلال وسلمي على بودة ابن ميكي بس خلاص خلاص ايه دي يا منور طيب انا عايزك دلوقتي تلخصيلي قصة الوحات في دقيقتين اه الوحات مدينة جميلة وتدفعتها من الشيكولاتة اللي انت خدتها لا خلاص ديه دي يا من راحلك خلاص الوحات جنة الصحراء الغربية جنة بجد جنة بجد جنة بجد الوحات جنة طبعا الصحراء الغربية مدينة جميلة مدينة طبيعية شمس مية هوا عايشين على القبار والعيون عندهم سياحة السفاري عندنا قصار جميلة جدا وفريدة من نحة كل قصار موجود في الوحات البحرية هو فريد ما فيه زي وتاني في الوحات البحرية اهتموا بيها ملوك مصر القديمة لان الوحات بتمثل بوابة الصحراء الغربية وما زالت الحمد لله يعني ان شاء الله انتمنى لها كمان اهتمام من الدولة الوحات جميلة احنا كشباب نقدر نعمل حاجة؟ طبعا ايه اللي ممكن نعمله للوحات وقال للوحات؟ لا اللي ممكن نعمله للوحات يعني مثلا احنا عندنا في الوحات ما فيه مشاريع او ما فيه صناعات اه تضم شباب الوحات فممكن نعمل زي مصانع من المنتجات اللي فيها زي منتج النخيل فيه نعمل حضائق فيه ممكن حاجة تعمله وده ان شاء الله هنت اعمل من اللام يعمله نعمل مهرجان للتمور في الوحات ده هيجذب الناس وهيجذب اعداد منه سياح كبيرة جدا الوحات زي مهرجان سيوة كده جميلة فده ممكن نعمله جدا وهيبقى نخصص له كده شهر من كل سنة ويبقى اسمه مهرجان الطمور للبحرية للوحات البحرية احنا ممكن نسام معاك في هذا المشروع طيب خلاص ده وعد على الهول يعني ان شاء الله بإذن الله لا الوحات غنية وتستاهل الاهتمام والله انا الوحات اللي انا روحتها يعني انا كمان كنا مش معاكم مش معاكم مش معاكم في الحلقة يلا مع السلامة ليه انا ازعل ليه طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجة سريعا كده لما روحت الوحات لقيت ناس طيبين ناس سابة لمحلات بتاعتها وناس بتروح تاخد حاجات وتحط فلوس وتمشي ده حاجة الناس دي موجودة ولا انا كنت اتباه لهم دي موجودة دي الوحات امنة جدا لان الوحات عبارة عن عائلات كلنا مرتربطين كلهم مع بعض الامان والطيبة دي سمة من سمات الوحات البحرية يعني انا كنت راح اشتري حاجة فكان معايا حد فجيت بشتري لقيت المحل ما فيش حد خالص بالضبط وما فيش حد تسأله انا عايز اقول لك في المزارع بتاعتها اه قال لي خد وسيب الفلوس وامشي وامشي بالضبط والحقول بتاعتهم كمان يعني مالهاش صون مالهاش حدود ممكن تدخل الحقل بتاعه تاخد بلح تاخد زتون تاخد اللي انت عايز تاخده بتمشي محدش يقول لك انت اخدت ليه فالطيبة والكرم بالضبط حب اللي في الناس ده اصله حاجة يعني دي الحمد لله مجالة موجودة يعني اعطي عيني عشان نخطي يعني يعني مالكات وانت صغير اه كان كان انت كنت كنت قطة كنت كنت السنكين وانت صغير انا كنت في المدرسة او مدرسة اللي اسمها ايه اسمها عامل ايه يبقى تعالى التعلم والله يا فاكر والله يا ما فاكر طبعا انت بتسألها لحاجة من دنعجوز يا بنتي تمام اسكوتي بقى وجهي رسالة للجمهور عشان نخطي بيها عشان ايه ما طبعا انا بشكر رسالة المستمعين وبشكر الاستاذ بركات ورحيل الجميلة رحيق الجميلة رحيق الجميلة بتمنى لها بتمنى لها ان شاء الله مستقبل عظيم هي جميلة وستاذ بركات شخصية جميلة شخصية صحبة فكرة ورؤية بيهتم بالاطفال وتجيل اللي طالع الناشئ ده ودي اللي هو ايكونت المستقبل فشكرا لكم شكرا لحضرتك ونتمنى خلاص الوعود وان شاء الله نروح الوحيد سوا ونروح طب قعودي بش هتطلعك يا بنتي في الكاتب طب قولي اخر رسالة لك طب انا بشكرك جدا يا دكتورة ومعليش احنا الوقت عندنا بيبقى داية قد كده قولي يلا عشان نختم وبقول للناس بشكركم جدا جدا ونتقابل المسلم الجاي ان شاء الله اختب يا عم اختب باهي